بعد صدور نتائج الدورة الثانية للامتحانات الرسمية للمرحلة المتوسطة والثانوية ونسبة النجاح المتدنية تظهر عدد من الطلاب وأهليهم أمام وزارة التربية والتعليم العالي المطالبين الوزير الياس أبو صعب بمراجعة تصحيح الامتحانات يعني صار سقوط فاديح وسقوط مش مبرر نسبة السقوط كانت كتير عالية فهل يا ترى هاتلميز يطالب منه ويقول له انت عم بتفجر قدمغته ولادنا عم بتهجروا لبرا ولادك وين ولادك وين انت من وين ولاده برا كل الوزراء ولاده برا احنا ما بدنا سيه ولا منوردة بسيه غير إعادة تصحيح كما طالب الأهل وزير التربية تشكيل لجنة من أهالي الطلاب للإشراف على إعادة التصحيح حرصا على شفافيته تجدر الإشارة أن نسبة النجاح في الدورة الأولى للمرحلة المتوسطة بلغت 74% في كافة المناطق اللبنانية